موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان سؤال مهم جدا لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي أخوتي وأخواتي بكل بساطة خلينا أقول أن المسيحية قدست الزواج الزواج المقدس وقبل ما أبتدي أحب أن أعطي بعض الملحوظات الكتاب المقدس يعلم بكل وضوح أن الزواج هو رجل واحد امرأة واحدة فيكون الاثنان جسدا واحدا فإذا خلينا نشوف يعني عدة أمور لا مجال للشذوذ الجنسي واليوم عم تشتهر فكرة الزواج رجل من رجل امرأة من امرأة إحنا في الكتاب المقدس بعلمنا أن الزواج هو من رجل وامرأة شيء ثاني إحنا بنعرف مش بس كمان من الطبيعة عدم زواج القاصرات والقاصرات يعني خلينا أقول تحت سن الأربعة عشر فتعتبر جريمي نكراء أن رجل يتزوج بفتاة صغيرة في يعني تحت سن القانون وهذا يعتبر جريمي وطبعا في كل البلدان أغلب بلدان العالم العقاب طبعا يوجد عقاب لهذا الموضوع والفكر الكتابي طبعا يوجد عقاب وهو الموت لمن يمارس هذه العادة ثم أيضا خلينا أقول بكل صراحة الكتاب المقدس يمنع تعدد الزوجات تقولي طب ما فيه بالعهد القديم اتزوجوا نعم أحبائي لكن أظهر الكتاب المقدس مخاطر تعدد الزوجات من المعاناة والمأساة التي تنتج عنها والحصاد المر اللي جنوا كل اللي يعني تزوجوا بتعدد الزوجات في العهد القديم منشوف فيه عواقب اللي أثرت على الأسرة إلى مدى طويل فالكتاب المقدس بكل بساطة يمنع تعدد الزوجات والمسيح أكد على هذا الموضوع ورجعنا لفكرة الله من الأصل سفر التكوين أنه كان غرض الله رجل واحد امرأة واحدة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكونان جسدا واحدا ثم يقول الكتاب أيضا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان فإذا أي شخص بعد المسيح علم عن تعدد الزوجات على طول اعرف أنه هذا ليس شيء كتابي مش من الكتاب المقدس والله لا يناقد نفسه شيء آخر أحبائي لا يوجد إنسان فوق الشريعة فالشريعة هي الحكم يعني الكتاب المقدس بيتكلم أنه نظم فكرة الزواج ولسيما في شريعة اللويين مثلا منع من زواج الإخوة أو الأخوات ولقد حرم من زواج الكنة منع أنه أب يتزوج مرت ابنه وإذا أب يتزوج مرت ابنه بحسب شريعة اللويين إصحاح 20 آية 12 يقتل فإذا ممنوع منعا باتا في كلمة الله إنه واحد يتزوج مرت ابنه أو ممنوع تتزوج العم أو الخالة وشوف هذا الموضوع بيتكلم عنه في إسهاب في سفر اللويين إصحاح 18 فلقد نظمت شريعة موسى الزواج وكيفية بناء بيت سليم ومبارك وطبعا كل من يمارس هذه الأنواع من الزواج كان العقاب القتل في هذا الموضوع ثم نأتي إلى يسوع المسيح في العهد الجديد مكتوب إنه يسوع المسيح لم يأتي لينقض ما أجاش حتى ينقض شريعة موسى بل يكمل كلمة اللي يكمل يعني أعطاها الوضوح الروحي البعد الروحي العمق الروحي التفسير الروحي بدل ما إنه الإنسان يركز على حرف الروح فمن خلال تعليم المسيح نشوف في بعد آخر بعد روحي لمفهوم كلمة الله فمثلا في يعني في الكتاب المقدس مكتوب بكل وضوح إنه الله حرم الطلاق وإنه الله يكره الطلاق وبعدين مش بس هيك في شريعة موسى في سفر التثنية بيتكلم عن هذا الموضوع إذا رجل طلق زوجته أو امرأته وهاي الامرأة صارت لرجل آخر والرجل الآخر طلقها مرة تانية ممنوع ترجع للزوج الأول أنا ليه بقول هذا منشوف كتير مرات أفلام كوميدية يعني في الأفلام العربية كي بيجيبوا مثلا شيخ أو مأزون وبتطلق وبتروح مثلا مع ليل حتى يسترجع الزوج شريعة اللويين بتعلم أن هذا الأمر رجس نجس لألا تنجس الأرض اللي أنت عليها اللي أنت ساكن فيها فواضح أحبائي موضوع الطلاق غير محبب لدرجة أن المسيح كتب أو قال أنه موسى سمح لقساوة قلوبكم بس هاي مش فكر الله من البدء لا فكر الله رجل واحد امرأة واحدة وبسفر ملاخص هاتنين مكتوب الله يكره الطلاق فإذن لا تجلب خطية أو لعنة على الأرض بسبب هذه الممارسات واحدة اطلقت وتجوزت ممنوع ترجع لزوجها الأول لألا تنجس الأرض وتجلب اللعنة شيء آخر بالنسبة إحنا كمسيحيين لا يوجد شيء اسمه زواج في السماء يعني السماء فيها متع جنسية من حريات وصبيان إلى آخر يعني كله ممنوع في المسيحية ولا يوجد عنا شيء اسمه زواج المتعة ولا زواج الصفر ولا زواج الجهاد أو المسيار أو إلى آخر ولا يوجد عنا شيء اسمه سبايا أو جواري يعني عندك زوجات بس عندك كمان جواري كله هذا الرب حذر منه والعقاب وخيم جدا فاحذر الله قدوس فلا تكسر شريعة الرب وإذا أنت عندك شكوك في هذا الموضوع قارن قارن يعني بين أي كتاب وكتاب وإنت أدرس لنفسك وبرضو المنطق والطبيعة بتعلمك يعني أمور اللي هي بتتمشي حسب كلمة الله خليني أقول في هذا الصدد شيء مهم جدا وهل يعقل بعدما جاء المسيح الكامل وكان لنا المثال والقدوة وأعطانا التعليم الصحيح عن هذا الموضوع نرجع ونكسر وصية الله وصية المسيح وهل يعقل أن الله يسمح للقتل والإرهابيين أن يكافئهم بالنساء في الجنة أحكم أنت بذاتك أحكم الله قدوس ما هواش بيرتشى على فكرة إلهنا مش ضعيف ولا إلهنا مزاجي بغير فكره ولا بينسخ شيء الله فكره ثابت الله قدوس يكره الخطية فحاشة إذا كانت هذه الأمور تسبب نجاسة على الأرض الملعونة أيعقل في محضر الله أن تمارس هذه الأمور فإذن إخوتي وأخواتي المسيح هو الحكم المسيح هو الإعلان النهائي لا يوجد أي إعلان بعد يسوع المسيح يعني خليني أقول وهل أصبحت المرأة سلعة تشترى وتباع ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت فكرة الله ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره أي مساويا ومكملا للآخر تكوين إصحاح 2 ثم الزواج هو عهد مقدس ميثاق بين طرفين أمام الله والله هو الشاهد على هذا الزواج طبعا في شهود آخرين في الكنيسة لكن المسيح هو مركز هذا الزواج وعلمنا أن موذج الحقيقي لاتباعه في هذه الحياة ولسيما في موضوع الزواج شيء ثالث الزواج هو رباط روحي عميق جدا خايل معي رجل واحد امرأة واحدة يصبحان جسد واحد ولكل واحد طبعا ينبغي أن يلتزم بدوره في نفس الوقت شيء آخر الزواج المسيحي ينبغي أن يكون من مؤمن ومؤمنة مسيحية يعني هنا مش تعصب كلمة مؤمن أو مؤمنة لا تفيد أنه إذا في خلفيات شعوب أخرى ما تتزوج المهم يكون مؤمن المهم يكون مؤمن وهذا الكتاب واضح في هذا الموضوع لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين وأن الزواج ينبغي أن يكون من امرأة واحدة بحسب كمان كورونتس الأولى إصحاح سبعة الآية 2 و4 ثم أحبائي الزواج هو أساس للعائلة فهي مؤسسة إلهية تأسيس عائلة تأسيس مجتمع سليم مثل نوح وزوجته وبيته مثل إبراهيم وصارة مثل إسحاق ورفقة يعني بمعنى آخر هذا الزواج أساس للعائلة استمرار للبركة يعني البركة وتظلها في جيل الأجيال جيل وراجيل لما بيكون في نسل صالح وزواج مؤسس صحيحا على كلمة الله والزواج أحبائي في المسيحية ينبغي أن يكون مدى الحياة فإذن مثل ما بتلاحظ لا مجال للصفقات أو للعقود ولا مجال إذا ما أعجبتك أنك بتطلقها أنت بحال ما بتوقف أمام الكاهن أو أمام القسيس وبتعلن الفاوز يعني الكلام اللي هو فيه زي نذر وتعهد أمام الله وأمام الراعي وأمام الرب وأمام الشهود فهذا الزواج خلاص أصبحت جسد واحد وهذا الزواج هو مدى الحياة مكتوب حتى يفرق بينهما الأجل يعني بس الموت هو اللي بفرق في هذه الحالة فهذه نقطة مهمة بالنسبة للزواج المسيحي مش كل واحد عجبتش زوجته يروح يتزوج واحدة تانية لا فيه كوميتمنت فيه التزام فيه تكريس للشخص الآخر ثم أحباقي الشيء الثالث خليني سؤال ثالث ما هو الغرض من الزواج أولا الزواج هو طاعة لوصية الله أنت عم بتطيع الله يعني على أساس أن الزواج فيه تكاثر وإنجاب النسل السبب الثاني هو الشركة مكتوب أصنع له معينا نظيره تتكلم عن الشركة تتكلم عن الحياة الاجتماعية سبب ثالث هو المشاركة والاتحاد يقول الكتاب اثنان خير من واحد في سفر الجامعة إصحاح أربعة طبعا لما بتعمل التعهد أمام القسيس أو الكاهن في الصراء والضراء في الفقر في الغنى في الصحة في المرض يعني الغرض من الموضوع كل واحد يكون سند للآخر عكاز للشخص الآخر سبب رابع من الغرض للزواج هو إنجاب ذرية صالحة هاي الذرية بتستمر عن إعلان محبة ومخافة الرب استمرارية الجنس البشري طاعة للمأمورية لوصية الرب تكاثروا وهي هي كانت وصية الرب لآدم ثم حبائي الزواج يعتبر أقدم مؤسسة إنسانية أول مؤسسة وأقدم مؤسسة إنسانية وصوف تستمر إلى طبعا مجيء المسيح الاستمرار في تكوين الأسرة سبب آخر سبب خامس وهذا مهم هو إشباع الرغبات الجسدية يعني بكلمات أخرى تقديس هذه الغرائز الله خلقنا بغريزة وفي رغبة لكن هاي الرغبة وهاي الغريزة الجسدية أو الجنسية هو في التوجه الصحيح من خلال الزواج فممنوع ممارسة الزنا أو المضاجعة قبل الزواج ممنوع طبعا تعمل أي شيء حتى وأنت متزوج سواء مناظر أو أي صورة أخرى فإذن الكتاب وضح هذا الموضوع لإشباع الرغبات الجسدية وهذا موجود فينا شيء آخر أحبائي الزواج المسيحي ينبغي أن يكون قدوة للمجتمع فهو مبني على أساس راصخ متين على أساس المسيح نفسه والرب نفسه هو الذي يبني البيت إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البنؤون أحباء الزواج المسيحي مبني على أساس على أساس كلمة الله وطبعا يعني مهم جدا هذا الأساس لتكوين أسرة جديدة المثل العرب اللي عندنا داما منقوله بارك الله البيت اللي بطلع منه البيت ثم أحبائي الزواج المسيحي بيتكلم عن المحبة الغير مشروطة من الطرفين المحبة المضحية المحبة الباذلة المحبة المتفانية المحبة اللي بتبذل كل غالي ونفيس للشخص الآخر ثم أحبائي مبني على الاحترام المتبادل على التفاهم على التعاون ثم أحبائي الولاء الكامل الولاء الكامل للرب أولا ثم أحدهما للآخر ثم أيضا التواضع أي تقديم الآخر يعني هذا مهم جدا في الزواج المسيحي طبعا الزواج المسيحي هو اللي بيرفع راية الإنجيل ويعيش للمسيح أن يعيش كما يحق لإنجيل المسيح فهذا الزواج هو المثال للمجتمع بلطوبة للرجل الذي يتقي الرب يعني الرجل اللي بيخاف ربنا طيب زوجته مكتوب عنها امرأتك كرمة مثمرة بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك هذا موجود في مزمور 128 مزمور رائع بيتكلم عن تكوين العائلة الصحيحة في المجتمع الصحيح سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خليني يعني قبل ما أفوض في هذا خليني أوضح شوي عن كمان الزواج المسيحي مكتوب في عبرانيين اصحاح 13 والآية 4 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمطجع غير نجس ثم مكتوب في مزمور 127 الآية الأولى إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناءون ثم مكتوب احبائي بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت في أمثال 14 مكتوب حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها حبائي الزواج مكرم ينبغي أن نكرم الزواج أنا حكيت أنه هي مؤسسة إلهية طب السؤال ليه لازم نكرم ليه ينبغي علينا أن نكرم الزواج عدة أسباب أولا لأن الزواج مؤسسة إلهية مش إنسانية مش بشرية فالزواج هي فكرة الله مصدرها الله هي مبادرة إلهية نظام وترتيب إلهي فالله هو الذي رسم الزواج والله هو الذي هندس هو المهندس اللي هندس فكرة الزواج وفعله أيضا وتممه طبعا الغرض حتى يكون رباط مقدس رب اللي اكتشف قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره مساويا ومكملا له في آية 22 في تكوين اتنين مكتوب وبنى الرب الإله الضلع وأحضرها إلى آدم في آية 23 من نفس الإصحاح مكتوب طبعا بصيغة التعجب هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي فهنا أحبائي من نشوف أنه فعلا هندسة يعني عجيبة هذه المعرفة اقرأ مزمور 139 في هذا صدد كيف الرب رقمنا أحصانا في بطن أمنا كيف رسمنا شيء مذهل شيء عجيب وأحضرها لآدم أحبائي وفعلا صارت أم كل حي مكتوب لأنه من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من عند الرب يعني اللي بيجد زوجة صالحة الله متبسم عليه رح يشوف الخير في حياته ورضا من عند الله يعني الله بيكون راضي عليك بشان هيك الكاهن أو القسيس لما بيسأل العروسين في الزواج أن يقدم بتروي مش بتسرع هذا ينبغي أن يكون قرار فكري طبعا مصحوب بمحبة قلبية لأنه يتطلب قرار بس هذا القرار بتروي لأنه خلاص أنت بتتزوج للأبد ما فيش شيء إنك بعد ما تتزوج أو أو ما زبطتش معي مش هي الفتاة المناسب مشان هيك فيه شيء بيسموه فترة الخطوبة وهذا طبعا اللي فيه القرار المهم رباط مقدس أحبائي كمان مكتوب المرأة تاج اللي باع لها يعني فعلا يعني الشخص بيكون عايش بفخر كأنه ملك التاج هو للملك لما أنت بتجد الشخص المناسب أنت بتصير ملك يعني حلو لما كانت صارة بتنادي إبراهيم سيدها بس هنا حتى في شيء أجمل تاج لبعلها يعني مظبوط هي تاج بس الزوج البعل بيكون هو الملك ثم يقول امرأة فاضلة من يجدها لأنها ثمنها يفوق كل الآل ثم في محل كل الجواهر لا تسويها فإذن الزواج هو مؤسس إلهية بشان هيك لازم نكرم الزواج شيء تاني المسيح نفسه له كل المجد هو اللي بارك بالقدس ووثق هذا الزواج بحضوره أول معجزة بحضوره عرص قانا الجليل لقد كان وجود يسوع المسيح تأكيدا على قدسية الزواج بل باركه أيضا بحضوره شيء ثالث لأن الزواج أحبائي هو عهد مقدس والعهد لا يكسر فالعهد مثل ما ذكرت هو ميثاق بين الطرفين والشاهد هو الله في ملاخ إصحة 2 والآية 14 مكتوب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك فإذن هو رباط روحي مقدس ثم في ملاخ مكتوب طالبا زرع الله يعني لما بيكون في خيانة وبكون في غدر أو زواج من امرأة أخرى أنت بتعطي زرع غير مقدس مش زرع الله زرع نجس تسبب زرع نجس وهذا يدمر عيلتك ويدمر في المجتمع فإذن هذا العهد هو تعبير عن انتماء وعن ولاء للرب وهو طبعا من خلال المحبة طبعا في عهود كتير في الكتاب المقدس لكن بيتكلم عن ثلاث عهود رئيسية رسمية في الكتاب المقدس اللي بتخصص الشخص بعلاقته مع الله أولا أحبائي عهد الختان فالختان ميز قديما إبراهيم وإسماعيل إنه شعب متميز وميز شعب إسرائيل عن الشعوب الأخرى بعهد الاختتان ثم العهد الثاني أحبائي هو عهد الزواج هذا عهد والعهد لا يكسر الأتنين صاروا في رباط وأصبحوا جسد واحد وطبعا أكيد حزرة العهد الثالث هو العهد الجديد بدم الرب يسوع المسيح اللي هو عهد الخلاص دخلنا في هذا العهد من خلال ما فعله يسوع المسيح من أجلنا هذا الزواج عهد أحبائي ما هواش عقد تعرف حبائي لما كتير مرات بحاول أساعد روحيا بعض المشاكل الأسرية والزوجية وكتير مرات يعني من أكم يوم كنت بحكي مع أخت قالتلي هاي العبارة أبوي وخالتي بعوني لزوجي عوزيني خلوا الزواج في العيلة وطبعا اكتشفت أنه هذا الزواج كان محطم وإلى اليوم عايشة كئيبة وتعيسة أيضا الزواج ما هواش عقد مش أنت بتدفئ ما واحد بتسلم عليه وبنتك لا 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 في تروي في قبول فإذا الزواج عهد الله هو الشاهد لأن العقد أنت بتعمل عقد زي بيزنس أي شيء والعهد من السهل أنه يبطل أو يكسر لكن العهد أحبائي لا يلغى ولا يبطل ولا يكسر هذا هو الزواج الحقيقي شيء رابع الاتحاد بالزواج هو سر إلهي عظيم اقرأ رسالة بولوس إلى كنيسة أفسوس إصحاح خمسة كيف شخصين أو طرفين يصبحان جسد واحد وهذا الاتحاد يشبه وحدة المسيح مع الكنيسة هو رأسنا ونحن جسده وهذا سر يعني مثل ما بيحكي عنه أو الكنيسة تقول عنه سر الزواج سر عظيم لكن كل طرف من الطرفين له كيانه له شخصيته وله دوره أيضا لإنجاح الزواج مكتوب أيتها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب ثم يقول للرجال أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها سفر الأمثال صحاح 30 بيتكلم عن ثلاثة يعني ثلاثة عجيبة واحد من هاي الأشياء الثلاثة طريق رجل بفتاة فعلا عشان توجد الفتاة الصحيحة تعتبر معجزة اليوم معجزة كبيرة كبيرة إنك تجد الشخص المناسب أنا مش عاوز تكون سلبي كما قال أحدهم عشان تلاقي الفتاة المناسبة كأنك أنت ماشي في حق الألغام والله أعلم إذا أنت دست في المكان الخطأ لا لا أحبائي اللي بيتبع مشورة الرب وإرادة الرب الله بيقودك للقرار الصحيح كما فعل مع ابن إبراهيم إصحاق عندما وجد زوجاته الرب اللي قاد في هذا الموضوع هو سر عجيب أحبائي فعلا كما يقول الكتاب المقدس فإذا بتشوف المحبة وبتشوف الخضوع الخضوع هو وسيلة للحماية وللتوازن الاجتماعي في سلطة روحية وحتى يكون في هذا الزواج التكافؤ الكامل من ناحية نفسية من ناحية جسدية من ناحية اجتماعية ومن ناحية روحية أيضا ثم أحباء الشيء خامس ليه لازم نكرم الزواج الزواج له صورة جميلة وظل لما سيحدث في السماء شو اللي رح يصير في السماء لقاء العريس يعني لما بنلتقي مع الرب في الهواء وهكذا نكون معه في كل حين هذا اللقاء المجيد هو لقاء بالحقيقة لقاء العريس بالعروس عروس اللي هي الكنيسة المفدية في احتفال مجيد ويدوم هذا الاحتفال إلى أبد الآبدين مشان هيك الشيطان بيكره الزواج المسيحي لأنه له صورة سماوية لما نكون بالسماء وبيكتمل العرس بين العريس والعروس في لقاء مجيد ثم أحب أشيء آخر نحن نكرم الزواج المقدس لأنه بالحقيقة استمرارية لوصية الرب أن تكاثر والإنجاب النسل الصالح لأنه لاحظ معي انتبه كل مولود جديد هو مولود على صورة الله الأدبية والروحية فهم ليش الشيطان بيكرهك مش على سواد ولا زرع عيونك لأنه بيكره الله فأنت على صورة الله طبعا مش الجسدية الروحية والأدبية والشيطان بيكره إذا صح التعبير لهاي الكلمة بيكره صورة الله المطبوعة في الإنسان كلما أكثرنا من الإنجاب هي بالحقيقة طعنة في قلب إبليس هاي إذا كان إبليس عنده قلب وإحنا عارفين أنه ما عندهش قلب في مزمور آية 2 مكتوب من أفواه الأطفال والردع أسست حمده لاحظ الكلمة بسبب ضادك لتسكيت عدو ومنتقم طيب من أفواه الأطفال والردع لبعد يدوب هن ولده كل واحد بيجي على الحياة هو معجزة إلهية وكلما كترنا من هاي المعجزات الإلهية نحن ننجب أولاد وبنات على صورة الله الأدبية الروحية فالشيطان يكره هاي الصورة اللي في الإنسان فمشان هيك إحنا لازم نكثر من من الأولاد لأنه فعلا هي هزيمة للشيطان وصحق للشيطان من خلال طبعا الإنجاب ثم أحبائي مكتوب في مزمور في المزمور 127 طوبة للذي ملأ جعبته منهم بيكمل بقول لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب الجعبة بجعبة السهام بتبتدي من خمسة أكم عيل اليوم عم بخلفه خمسة على الأقل خمس سهام لاحظ بيسميها سهام يعني كل طفل بيجي للحياة سهم عارف فكل سهم مصوبة للعدو فالعالم يحتاج المؤمنين أحبائي لذلك نتبع الوصية الأولى للرب أن نبثر النسل الصالح نكثر النسل الصالح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي ونجاي مباشرة في هذا الموضوع بعدين رح أخذ المكالمات بيكره الزواج المسيحي لأنه بيكره الله وبيكره أعماله وبيكره الإنسان اللي مخلوق على صورته وبيكره الزواج لأنه فيه تشبيه للزواج في السماء لأنه رح نكون مثل العروس معه إلى أبد الآبدين طيب شو بعض الطرق اللي بهاجم فيها الأسرة أو الزواج طبعا هذا ليس جديد على الشيطان ابتدأ الهجوم من جنة عدن في سفر التكوين وواصل هذا الهجوم في تكوين أربعة وفي طفان نوح إلى آخره ابتدأ في سفر التكوين مع هو عن طريق الخداع والكذب والإغواء والإسقاط في الفخ كل غرضه من البداية من بداية التكوين تدمير العيلة تدمير الزواج تفكك الأسرة عن طريق الطلاق تدمير الأولاد وتفكك كل مش بس الأسرة وكل ما يتبع في الأسرة فبعض الطرق اللي بيستخدمها أحبائي أول شيء الانقسام قال رب يسوع بيت منقسم على ذاته لا يثبت فأي بيت منقسم رح يتدمر رح يتحطم الانقسام لا على فكرة الانقسام لا يحدث بين عشية وضحاها بيأخذ وقت إنه مع الوقت يبعدنا يفصلنا تتحول إلى بغضة ثم إلى جدل ثم إلى عدم التواصل ثم أحباء الانشغال فقدان الأولوية النفور من الشخص الآخر برود في المحبة وتوصل الوضع إلى الخزلان في التوقعات ولو هذا اللي أنا توقعته من الزواج وحتى شو ما عمل أي طرف في هذا الزواج خلاص صار فيه نفور بيبطل يحب صوتها شكلها نومها أكلها طريقتها يعني بيصير خلاص يركز على أي شيء لأنه صار فيه نمو نفور للطرف الآخر الانقسام عادة بيجي بسبب الأنانية والتركيز على الذات وطبعا دايما الدوافع هو الكبرياء والعناد والتمرد شو العلاج لهالموضوع التواضع مشكلة تانية بهاجمنا في الكذب فهو الكذاب مكتوب عن الشيطان وأنه يعني يعني بعلمونا في مجتمعات الشرقية أنك يجوز تكذب على زوجتك لا هذا ضد الرب افحص كل شيء بدوء كلمة الرب الشيطان بيجعلك تفكر بطريقة كاذبة على زوجتك حتى تبغضها وتنفر منها شيء آخر بهاجمنا بالخوف إذا أنت خفت من الفشل على الأرجح سوف تواجه الفشل فالسؤال خلينا أسألك ما هي رؤيتك للزواج ولازم تكون في رؤية وتطلعات للزواج أسلوب الشيطان أحبائي هو التخويف حتى توصل لدرجة أنك تستنفذ كل طاقة حتى تيأس حتى تفقد الأمل حتى تظلك عايش تحت خوف مستمر مش عارف شو الوضع شو اللي رح يسير والخوف طبعا له عذاب وبيقود إلى الشكوك ويقود ويقود إلى مشاكل عويصة هذا الخوف بحولك خلاص أنت بتصير فريسي للشيطان بتصير إنسان كئيب تعيس يعني دايما عندك حزن وغضب على كل شيء وانا عاوز أشجعك اليوم خاف الله اللي بيخاف الله لا يخاف أي إنسان خاف الرب المكتوب عنه الذي يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة أما خوفهم فلا تخافوه خوف العدو الخوف من العدو بشل حركتك بالكامل شيء آخر بيستخدمه الاستهزاء الاستهزاء هو التقليل والتحقير من الشخص مما يسبب الخوف وعدم الأمان يعني واحد دايما في الزواج بتقول ليش في مشاكل وأنا حاسس إنسيكوريتي عدم الأمان ما عنديش أمان عندي الإحساس خلاص بصغر النفس أحباء الاستهزاء والسخرية أو التعيير للشريك يعني اللي بعيرها بعير أمها بعير عيلتها بعير أخوها أنت متزوج مرتك اتركك من أخوها أو أمها أو ابن عمها أو إذا عنده مشكلة أو مشاكل أنت ركز على زواجك فالاستهزاء بقود إلى التعيير أحبائي وهذا هو سلاح شيطاني مدمر بسبب الكراهية والعداء والنفور والغضب والمرارة والشكوك حتى ينهار الشخص ويتحطم كم من الناس اللي انهارت بس من الكلام اللي فيه تقليل وفيه سخرية وفيه استهزاء الشخص بيشعر يعني أحد الطرفين كأنه لا قيمة له يعني الحيوان صار يعني صار يحس أنه قيمته أحسن فأنا عاوز أشجعك اليوم استمر نتشجع نفسك بكلمات كتابية وأيضا شريك أو شريك أو شريك حياتك أحط نفسك خلي حواليك دايما مجموعة روحية مشكلة أخرى اللي بيستخدمه هاي مشكلة العصر 80% من العرب واقعين في هاي المشكلة الزنا الزنا طبعا وكل أشكال الشهوة الخيانة الزوجية كسر العهد مما يقود إلى الطلاق أيضا البونوغرافية الإباحية والصور الخلاعية الخلاعية اللي عادة بتدمر عيلي وبتدفع ثمن باهز جدا شيء آخر الاستمرار في الخطيئة مقصود خطيئة غير معترف فيها مما يضعف العلاقة الزوجية شيء آخر الصراع المرير والقتال المستمر على إيه على الأمور المادية أي واحد بتخطب شاب إذا أنت نصيحتي إذا خطيبك بخيل كسر على طول قوعك تخدي واحد بخيل تدمر حياتك الأمور المادية حبائي دائما إما الخيانة أو الأمور المادية طبعا وفيه طبعا خطايتان بس هاي بتشوفها بشكل مستمر إنه دائما المشاكل على الأمور للأسف على الأمور المادية فالأمور المادية طبعا بتدمر كل شيء في الحياة بقول عنه الكتاب المال إله وفيه طبعا ناس اللي بتقولك أنا عند حساب هو عنده حساب هاي محتاج أنت فعلا لمشورة روحية من شخص متخصص واحدة من المشاكل اللي بيستخدمها العدو أحبائي كيفية تربية الأولاد بتقود لمشاكل كل واحد بيفرض عقليته إحنا في عقلية المسيح عقلية الكتاب المقدس بيصيروا يستخدموا لك الكرام والشرف والكبرياء والعقلية القبلية وأنا جاي من هاي البلد وانت من هاي البلد هاي العقلية يعني هذا هو الهجوم الأكبر على أولادنا أصلا من الأولى قيين قتل هابيل وبسبب روح يعني هاي النوع بسبب البغضة وروح الزنا والشهوة وبتقود لخطايا كتير شيء آخر وهون مشكلة كبيرة كبيرة هي الإهمال تعرفوا الإهمال اللي فيه كسل وعدم الاستقامة وعدم الأمان إنها واحدة من أشد المخاطر في الزواج المسيحي الإهمال بدمر كل شيء جميل في الحياة وهي الخطيئة اللي بتسبب خطايا كثيرة في الزواج واحدة من أكبر المشاكل في الزواج الإهمال شيء آخر الغضب أتكلم على الغضب المفرط يعني الكتاب يعلمنا اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم يعني قبل ما تنام اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا عشان يكون في شفاء الغضب أنا بقصد هون عدم التحكم عدم ضبط النفس اللي بصير كلام وشتايم ومثبات وفي ناس بتصل لدرجة وبتصير تكسر وتعمل أمور لا طليق في الزواج هذا الغضب لما بينفجر بصير مثل بركان ثائر ولما البركان بثور صعب السيطرة عليه مشكلة أخرى أحبائي مشكلة الأنانية الأنانية محبة الذات لا يفكر بالشخص الآخر يقدم ويضح من أجل الشخص الآخر لما بتتزوج مكتوب حتى يفرق بيننا الأجل فإذا أنا حبائي هذه الأنانية بتخرب وبتدمر كل شيء مشكلة مشكلة تانية الشيطان بيستخدمها اللي هي بيسموها البلايم جيم اللي هو مشكلة الاتهام الأصبع دايما على الشخص لأنك أنت لو أنت ما عملت لو أنت سمعت لو أنت زي من أولها آدم قال له المرأة اللي أنت جبتلي إياها هي اللي جبت لخر خراب البيت فعلى طول حط الأصبع على حوة وعلى طول حوة حطت الأصبع على الحي على الشيطان مشكلة الاتهام أحبائي مشكلة عويصة جدا ما حد بدي يعترف وهذا ناتج عن كبرياء كل شخص دايما أصبعه قبل ما تعمل أصبعك هيك في أربع أصابع بتوجهك بتوجهك لإلك أنت انظر إلى نفسك أولا لألا تجرب شيء آخر الحياة السرية بتعرفوا أحبائي في الزواج في مشكلة كبيرة اللي هو إخفاء السر إخفاء السر يعني بكلمات أبسط هي الخيانة بعيش حياة الغموض مش معروف عنه أي شيء حياته غامضة عدم الصراحة يعيش يعني والشخص الغامض كأنه بعيش في منطقة مظلمة والمنطقة المظلمة بيستخدمها العدو حتى يدمر الزواج المسيح أنا أتكلم هاي الشياء طبعا من خلال علاقتي مع الناس أكيد فيه أسباب أخرى اللي الشيطان بيستخدمها لتدمير الزواج المسيح مشانك بيكره الزواج المسيحي طب شو هو العلاج ما هو العلاج للزواج المسيحي أولا أحبائي العلاج بكل بساطة هو الخلق الجديد لاحظ أنا بستخدم الكلمات عن بنطقيها لا سيكولوجي ولا ترميم ولا إصلاح ولا أي شيء لأنه إذا من جوه ضربة بدك علاج داخلي أوكي فإذن اللي بعالج هو الخلق الجديد الخليقة الجديدة كما قال داوت قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي صلي إنه رب ينزع القلب الحجري المتحجر قلب صعب إلى قلب لحم طري محب شفوق عنده رأفي وحنان إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فإذن اللي العلاج للزواج إنك ترجع خليقة جديدة يعني طب إزاي تعالج المحبة خلاص صار عندك نفور شو ما بيعمل مش عم تقدر تحب الشخص الآخر مش قادر تحبه فبد الرب يخلق محبة جديدة محبة إلهية جديدة تجاه الطرف الآخر قبول جديد الأشياء اللي كانت تنفر صرت أنت تقبلها ومحبة إلك أمان خلاص الضعف صار يتحول إلى قوة عم تنظر للشخص الآخر من عين يسوع أو من خلال عين يسوع المسيح من خلال قلب يسوع المسيح طب هرا شو بيتطلب بيتطلب توبي حقيقية ورجوع للرب أولا ما في علاج أو علاقة مسيحية زواج مسيحي بدون الرجوع للرب أولا والتوب الحقيقية للرب أولا طبعا ثم أحدهما للآخر فئة تانية الغفران المستمر وأنا ضفت كلمة المستمر لأنه مش بس مرة تخفر مرة سبعة سبعين ملايين المرات يضلها في حالة الغفران الغفران مرات أنت عم تشعر أن الطرف الآخر فعلا عم عم بيعمل أمور لا طليق أنت عم تخفر هاي الغفران طبعا مش بتجعلك أنك أنت إنسان غبي ولا غير ذاكي لا فلا شفاء بدون غفران إذا بدك الزواج يتشفى لازم يكون في غفران وإذا غفرت ما ترجع تذكره أو تذكرها في الخطية التي ارتكبها وارتكبتها في الماضي خلاص الماضي تحت الدم في غفران مستمر تعرفوا عنا العرب واحدة من أصعب الكلمات إنه واحد يقول كلمة سامحني سامحيني اغفريلي الرب يعطينا هاي النعمة وهاي الأحشاء إنه نقول هذه الكلمة فالغفران هي الستر للشخص الآخر وبتجعلنا أن نعيش حياة النصرة الدائمة وبتخلي الشخص دايما عايش في أمان مش شو بفكر عني طب شو بفكره من جو لا خلاص فيه غفران الإنسان بعيش محرر مش في مبارك داخليا شيء آخر أحباء للعلاج و بليز اسمعوني والذات بعد الكورونا الدنيا كلها ضربت اللي هو تكوين مذبح عائلة شو يعني مذبح عائلة مش مذبحة مذبح يعني يوميا يكون في مكان تصلوا فيه هذا المكان يكون في وقت معين متفق عليه تقرأوا كلمة الرب يوميا وتعيشوا حياة الصلاة حتى تستمدوا القوة الروحية فبصراحة الزوج الذي يقرأ ويصلي هو وزوجته يوميا يقتربا إلى الله يوميا وإذا اقتربوا من الرب يقتربا أحدهما من الآخر فإذن هاي مهمة جدا بتقول لي من فترة ما عملنا خلص جرب من اليوم تعال قل له سامحيني سامحني بدنا نبتدي هاي العادي نقرأ كلمتينك بسيطة فقرة ونصلي مع بعض بتصير تتغذى وتستمر في هذا الشيء شيء رابع إعادة الأولويات إلى حيزها الصحيح حتى ما يكون في تشويج خلص شوفوا إيه الأولويات في حياتكو توجهك في حياتك في إرساليتك خليها تكون واضحة جدا شيء آخر لازم تنتمي إلى كنيسة كتابية مسحية روحية ما فيك تعيش حياتك بدون كنيسة في الكنيسة عشان تتغذى على كلمة الله وتنمو روحيا أنت وقسرتك وولادك كلكو كعائلة بتحضروا الاجتماع شيء آخر امتلئ من الروح القدس يوميا لا تطفئ الروح خلي دائما في وقود وهذا الوقود يعني خلي النار الروح مشتعلة في حياتك كلام روحي تسبيح روحي صلاة روحية بناء روحي تمييز روحي كله بيتحول إلى روحي شيء أخير أحبائي قاوموا إبليس فيهرب منكم لازم يوميا انقاوم إبليس في رسالة بوتر صحاح خمسة بقول اصحوا واصهروا لأن خصمكم كأسد زائر يجولوا ملتمسا من يبتلعه وفقاوموه راسخين في الإيمان في لازم تصحى كل يوم لازم تصحر كل يوم لازم تقاوم إبليس كل يوم إبليس زي الأسد الهايج عاوز يفترس عاوز يبتلع الزواج المسيحي مكتوب لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره أن تطفئوا سهام الشرير الملتهبة يسوع قال يعني لما شاف ليس في الشيء ما قالوش علي أي شكاية وبصل أنه ما يكونش عليك أي شكاية ثم يقول يعلمنا فيصطفيقه من فخ إبليس إذ اقتنسهم لإرادة إرادتنا تتحرر نحرر بإسم يسوع يخرجون الشياطين بإسمه بإسمه نبطل مؤامراته كل آله صورت ضدك لا تنجح مشان هيك ارفض أفكار العدو سم العدو المميد في العيلة وإله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا بيت مليان في السلام ممكن أضيف نقطة أخيرة اطلق البركة يوميا على بيتك على أولادك على حياتك وقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب كلمات نعمة كلمات تبني كلمات تمجد الرب حبا إذا عندك سؤال أو أي استفسار من فضلك تواصل معنا الرب يباركك اشتركوا في القناة